موسيقى 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 أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من بين أسبوعين لنناقش أهم ما جرى من تطورات وأخبار في جرة الأسبوع الماضي ونختار أهمها ونناقشها معكم عزاني المشاهدين تعالوا في البداية بمشاهد ما هي أبرز مواطيع حلقة اليوم إذن عودة لمسلسل الاغتيالات في عدن وحضر موت بعد أيام على كشف تحقيقات للنيابة بتورط نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك في اغتيال الشيخ الراوي قبل ثلاث سنوات موضوع آخر في حلقة اليوم محافظة البنك المركزي حافظ معياد يقول أنه لم يتبقى له سوى شهر واحد حتى يعلن استقالته كمحافظة للبنك المركزي موضوع آخر في حلقة اليوم عزاني المشاهدين مساعي لتشكيل قوة جنوبية تجمع تيارات جنوبية لغرض توحيد رؤاها فيما يخص القضية الجنوبية وأيضا أعزاني المشاهدين تحذيرات من كارثة بيئية هي الأكبر في التاريخ بعد حديث ما جرى من أضرار في حاملة النفط الموجودة على رأس عيسى على ميناء رأس عيسى ورفض الحوثين منح تصاريح لفراق الصيانة لتقييم الأضرار فيها بالإضافة إلى ذلك أعزاني المشاهدين نتحدث اليوم عن عملية تفويج الحجاج اليمنين للسعودية ومكرمة العهل السعودي بتفويج الفيحاج جمني وحاجة أيضا من أسر وأهالي الشهداء من الجيش الوطني والمقاومة كل هذا المواضيع نتحدث عنها بعد قليل بطمع موسيقى بعد أن توقفت الموجة الأخيرة من الاغتيالات بحق أئمة المساجد وشخصيات اجتماعية وسياسية غالبيتها تنتمي لحزب الإصلاح في المحافظات الجنوبية ها هي تعود من جديد بوتيرة أشد الأحد الماضي اغتال مسلحون مجهولون شقيق عضو مجلس الشورى شيخ صلاح باتيس في مدينة سيئون بوادي حضرموت قبل أيام فقط من هذه الحادثة تم اغتيال قيادي في حزب الإصلاح بعد خروجه من أحد المساجد بالضالع وهو الدكتور خالد غيمان حسنا لماذا عاودت مكينة الاغتيالات مجددا إلى الواجهة وأين هي الأجهزة الأمنية من ممارسة وظيفتها في حماية الناس مشاهدنا الأعزاء دعونا نصدف معنا شقيق جميل باتيس شيخ صلاح باتيس عضو مجلس الشورى والقيادي في حزب الإصلاح للحديث عن هذا الموضوع أهلا وسهلا بك معنا شيخ صلاح حياكم الله خير الكريم أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك في البداية نعزيكم بهذا المصاب الجلل في اغتيال شقيق جميل باتيس في هذه العملية الغادرة ونسأل من الله لكم الصبر شيخ صلاح إذن بعد هذه الحادثة كيف تلقيتم نبأ واغتيال شقيقكم جميل حفظكم الله خير الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في السعداء وأن يتقبل كل الذين قتلوا ظلما وعدوانا وبهتانا في هذه الجرائم التي لم يسلم منها بيت اليمن كما نترحم على شهدائنا الذين ثقتوا اليوم وارتقوا في عدن وفي كل المحافظات اليمنية التي تستهدفها ميليشيا الحوتي وشركائها من الميليشيا الإرهابية التي تستهدف الدولة اليمنية وتدمير مؤسساتها البسكرية والأمنية والمدنية وتستهدف الدولة اليمنية برمتها والشعب اليمني ومستقبله حتى لا تقوم باليمن قائمة كما أنه نعمة نعم تواصل شيخ صراح كنت أريد أن أسألك سؤال لكن بعد أن تكمل حديثك كما أنه لا يفوتني أيضا أن أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي الجرحى ويفك المغطوفين ويمن على الشعب اليمني بالأمن والأمان والاستقرار ويعيننا على الاستطلاف وتوحيد الكلمة واستعادة الدولة والإسقاط هذا التمرهد والانتقال إلى بناء الدولة الآمنة المستقرة إن شاء الله أننا في لحظة تاريخية فارقة كل هذه الاعتداءات وكل هذه الآلام وكل هذه الدماء تدعونا مرة بعد أخرى إلى أن نصطف بوجه أي ميليشيا متمردة على الدولة وأن نكون جميعا في صف واحد لاستعادة الوطن طيب شيخ صلاح بعد هذه العملية التي أودت بحياتي أخيك وجهت من رسالة إلى الرئيس عبد الربو منصور هذه للتحرك لوقف هذه العملية من اغتيالات هل تتوقع فعلا بأن الشرعية ممثلة بمنظومتها والرئيس هادي على رأسها يستطيعون أن يتحركون اليوم لوقف مسلسل الاغتيالات التي تشهد المحافظات الجنوبية منذ أكثر من ثلاث سنوات أخي الكريم نحن عندما نتحدث عن الشرعية لا نتحدث عن أشخاص نحن نتحدث عن قيمة ونتحدث عن وطن ونتحدث عن مضلة يصطف ويستضل بها كل طرفاء اليمن وقواهم الوطنية الحية نتحدث عن شرعية دستورية منحت من قبل الشعب اليمني ولم يمنحها لنا الإقليم ولم يمنحها لنا العالم إنما الإقليم والعالم أيدها وباركها ودعمها القضية ليست قضية أشخاص هناك فشل وهناك ضعف وهناك تكسير وهناك أحيانا يكون خيانة من بعض القيادات ومن بعض المسؤولين لكن ليس معنى ذلك أن نسقط الشرعية إسقاط الشرعية وإضعاف الشرعية يعني إسقاط اليمن بأكمله في قبضة الميليشيا التي مدعومة من إيران ميليشيا منظمة ميليشيا تمتلك جيش تمتلك سلاح نعم لكن القصد هنا ليس إسقاط الشرعية وإنما حثوها وضغط عليها لممارسة مهامها ووظائفها التي يفترض أن تقوم بها وهذا الذي أتحدث عنه أخي الكريم يعني أنا أتحدث عن مناشدة الرئيس ليس فقط مجرد مناشدة يعني أنا أتحدث من منطلق مسؤولية بصفتي عضو مجلس الشوعة وأديت اليمين الدستورية وفي عنقي يمين لهذا الوطن وأقسمت أمام رئيس الجمهورية أن أحافظ على اليمن ووحدته ونظامه الجمهوري ودستوره ومستقبله يعني القضية لم تعد قضية مناشدة أو ترجي نقوم بواجبنا فرئيس الجمهورية وقيادات الدولة بكاؤهم خارج الوطن كل هذه السنوات لا شك أنه يجعل الوطن في مهب الريح ويجعله عرضة أكثر للتدمير نعم الناهب والاستقاب التخصيات لكن اليوم الشيخ صلاح ظاهرة الاغتيالات ليست وليدة اللحظة لها فترة طويلة وهي مستمرة وحصد ترواح الكثير أكثر من 120 عمليات اغتيال منذ ثلاث سنوات وللأسف انضم أخوكا وشيخ خالد غيمان أيضا إلى هذه القائمة كيف تنظر لهذه الأرقام التي تحدث في مناطق محررة كان يجب أن تستقر بعد تحريرها بلا شك بلا شك أن أحمام الدم سيستمر مدام أن الوطن مختطف والعاصمة مختطفة وأجهزة المخابرات والاستطالات ووزارة اتفاع ومستودعات الجيش ومستودعات وزارة اتفاع ووزارة الأمن والأمن القومي ومركز المعلومات كل هذه في قبضة ميليشيا تحاصر وتسيطر على العاصمة وتخطف الدولة لا شك أن كل المواطنين وكل المصالح العامة والخاصة ستكون مستهدفة وكل يوم سنبكي شهيد وسنبكي مأساة وكارثة ما دام أن هذه الميليشيا تدير الأشهد في العاصمة الصنعاء ويتعامل الأسف الشديد معها المجتمع الإقليمي والدولي أحيانا بسياسة الأمر الواقع أخي الكريم أنا أتحدث عن 80% من المساحة الجغرافية محررة يسكن فيها أكثر من نصف السكان فيها الموارد البشرية والنفطية والسمكية والزراعية والموانئ والمطارات كل هذه المقدرات وكل هذه الإمكانيات موجودة في 80% من الغائب؟ الغائب هي الجولة والحاضر أيضا شيخ صلاح الميليشيات الموجودة هناك والتي يقول البعض بأنها تقوض الأمن هناك لكن أريد أن أعرف منك ما الذي كان يجور بخاطرك عندما كشفت تحقيقات النيابة الجزائية في قضية الشيخ راوي عن تورط هاني بن بريك باغتيال الشيخ الراوي قبل ثلاث سنوات واحتمالية ربط تورط الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي في عمليات الاغتيال هذا بعدما سمعت بقضية اغتيال أخيك أخي الكريم أنا لا يمكن أن أتهم أي جهة بعينها أو وجه الاتهام إلى أي جهة بعينها مدام أن القضية قيدت ضد مجهول لكني أتحدث عن الدولة أتحدث عن الشرعية أتحدث عن السلطات المحلية أتحدث عن المؤسسة العسكرية والأمنية الموجودة في المنطقة أتحدث عن التحالف العربي بكيادة السعودية ينبغي أن يقوم بواجبهم ويقدم المتهمين للعدالة حتى لو وجهت النيابة استدعاء لشخص معين أو جهة معينة ينبغي أن يتعاون كل هؤلاء على تقديمه للعدالة حتى تثبت الإدانة أو تثبت البراءة المتهم بريء حتى تثبت إدانته يعني دماء أخي ودماء من سبقه من الشهداء ليس جميل أخي أغلى من من فقدناهم من قبل في كل محافظات اليمن لكننا لا نريد أن يستمر هذا الحمام وتستمر هذه الجرائم نريده أن يكون آخر ضحاياه اليوم كلما وقفت الدولة وقمت أنت لست فقط لديك منصف في الدولة أنت أيضا قيادي في حزب الإصلاح ودعني هنا أستعرض ما كشفته صاحفة بازفيد الأمريكية في أكتوبر من العام الماضي وكشفت بالوثائق والشهادات قيام الإمارات بالسئجار شركة أمنية لاغتيال قيادات في حزبكم في حزب الإصلاح من بينهم إنصاف مايو وبتأكيد أنت تعرفه وهو يعني مدير مكتب أو رئيس فرع الإصلاح في عدن لم يبدو على الحزب أي اهتمام آنذاك بالعكس ظهر إلى الإعلام وشكر السعودية وشكر الإمارات على دعمهم لشرعية في اليمن ولم يتحدث عن هذا التحقيقات وكان الموضوع لا يهمه لماذا؟ الكلام ليس صحيح أخي الكريم الإصلاح ومنذ لحظة الأولى قرأت تجمع الإصلاح بمحافظة عدن عندما حدث ذلك الانفجار وحدثت أيضا عمليات أخرى قدم شكوى رسمية لدى السلطات الأمنية في محافظة عدن ووجه بجمع كل الأدلة وكل المعلومات التي تأتي من هنا وهنات ثم بعد ذلك التحقيق فيها يعني الإصلاح دائما يقف مع الدولة أقصد بعد أن كشفت أقصد بعد أن كشفت الصحيفة بالأدلة تورط الإمارات بالتعاقد مع هذه الشركات لم يصدر أي موقف من حزب الإصلاح في النهاية تبقى هذه مجرد وثائق واتهامات موجهة لدولة معينة على الدولة اليمنية ممثلة بوزارة الداخلية والنيابة العامة أن تحقق فيها يعني القضية لا نريد أن ننجر خلف كل من يقول لدي وثائق أو عندي معلومات ونذهب نحن كجمع عن الإصلاح أو نذهب نحن كقبيلة أو نذهب كأشخاص نحن يا أخي الكريم ننشد دولة يعني نريد الدولة اليمنية ممثلة بالسلطة الشرعية أن تقوم بواجبها ونحيل هذه الاتهامات وهذه الوثائق التي تصدر من هنا وهناك للنيابة والسلطات الأمنية الموجودة في المحافظات المحررة للتحقيق فيها والقيام بواجبها هذا الذي نرجوه وملاحقة كل المجرمين الذين ينفذوا هذه العمل يأث وإيقافهم عند حدهم الغريب أن يقتل المجني عليه في وسط مدينة مثل مدينة السيئون ثم تمضي هذه السيارة التي رصدتها الكمرات دون أن يلقي عليها القبض أحد هذه القضية لا تمس فقط جميل ولا أهله ولا تمسني أنا ولا تمس حظر موت بل تمس اليمن برمتها وتمس المملكة العربية السعودية التي يوجد قائد التحالف نعم أشكرك جزيل أشكر الشيخ صلاح باتيس عوض مجلس الشورى والقيادي في حزب الاصلاح ونكرر تعازينا في سشهد أخيكم جميل باتيس وهذه تعازي أيضا لجميع أهالي ضحايا هذه الاقتعالات الذين سقطوا خلال الفترات السابقة ومشاهدين الكرام نستمر في هذه الحلقة وبعد قليل نتحدث عن إعلان المحافظة البنك المركزي حافظ معياد عن قرب إعلانه لسقالته موسيقى موسيقى في خضم صراعات قيادات البنك المركزي خاصة بين المحافظ ونائبه يخرج المحافظ معياد معلنا اعتزامه لاستقالة من منصبه بعد نحو شهر معياد قال إن رغبته في الاستقالة جاءت التزاما بالاتفاق الذي أبرمه مع الرئيس هادي والذي نص على تعيينه ستة أشهر لقيادة البنك المركزي والعمل على تجنب الانهيار الاقتصادي لكن هل هذا القرار نهائي ولا رجعت عنه؟ لا سيما وأن الصراع دائما محموم على تولي منصب محافظة البنك حتى معياد نفسه كان أحد المنافسين بقوة لهذا المنصب وما حجم تنفيذه لوعده بتجنب الانهيار الاقتصادي أثناء فترة قيادته للبنك المركزي وهل حقق ما يشكر عنه خلال فترة رئاسته حتى الآن؟ مشاهدنا الكرام دعوني أستضيف معي عبر الهاتف رئيس مركز الأعلام الاقتصادي سيد مصطفى نصر أهلا وسهلا بك معنا سيد مصطفى أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكذا سيد مصطفى كيف قرأت لإعلان محافظة البنك المركزي حافظ معياد بأنه سيستقيل بعد شهر كان الخبر في الحقيقة مطير للإهتمام ويبدو غريبا بعض الشيء يعني إذا ما كان قد تم الاتفاق فعلا على أن يدير البنك المركزي لمدة ستة شهر فقط في تصوري أن هذا يعني خطأ كبير كون مواسسة مصرفية أو مواسسة سيادية بهذا الحكم لا يفترض النظر إليها بهذه الطريقة هذه مواسسة يفترض اختيار قياداتها بطريقة كفأة وأيضا تحمل دلالات كبيرة لما لها من كثير على السياسة النقلية وعلى الوضع الاقتصادي وهل ترى أن شخصية حافظ معياد لم تكن مناسبة لهذا المنصب؟ بغض النظر عن التقييم تقييم أداء حافظ معياد ربما يتطلب أن يتم تقييم وتقييم منصب وفي تصوري أنه بعد مرور ستة أشهر لا بد من تقييم أدائه خلال المرحلة الماضية لكن أن يتم الإعلان من قبله شخصيا أنه تم الاتفاق على ستة أشهر ففي تصوري أن هذا غير مقبول لأنه يحز الثقة في مؤسسة كما قلت مؤسسة معنية بأسعار الصرف معنية بالسياسة النقدية والسياسة النقدية التي تؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد اليمني لكن من هذا الموضع سيد مصطفى هل تتوقع فعلا بأن هذا الإعلان لا رجعت عنه سيستقيل تماما أم أنها حركة ربما يقول البعض فقط لضغط على جهات معينة وبالتالي يقوم رئيس الجمهورية أو هو يطلب التمديد له أكثر من استأشرة التي كان قد أعلن عنها في السابق يمكن تفسيرها بأكثر من تفسير قد يكون أحد التفسيرات أن الصعوبات التي يمكن أن تواقف الاقتصاد اليمني أو سعر الريال خلال الأيام المقبلة لا سيما مع اقتراب انتهاء الوديعة السعودية هذا سيشف الضغط كبير على الريال اليمني خلال المرحلة المقبلة أيضا التحديات التي وضعتها جماعة الحوثي من خلال لجلة المدفوحات وعدم التعامل مع العملات النقلية الجديدة المصدرة من قبل الحكومة والبنك المركزي في عدن خلافه مع النائب وأيضا الكثير من الصعوبات التي وقعتنا عمله ربما هذا يجعله يخرج من البنك بسجل يعني إلى حد ما يعني أقل كلفة من المرحلة المقبلة هذه قد تكون بإجابة على هذا الإعلان الذي أعلنه وهو إعلان في الحقيقة لكن سيد مصطفى ألا ترى بأنه لم يكن موفقا منذ البداية عندما قال بأنه جاء لوقف الانهيار الاقتصادي هل فعلا كان يستطيع أن يوقف الانهيار الاقتصادي عندما يتولى هذا المنصب؟ في تطوري أن هذا النوع من التسويق لشخصيته أكثر منه شيء آخر والملفت أنه خلال مرحلة يعني خلال مرحلة الماضية كان بين فترة وأخرى يثير الكثير من القدل حول القضايا تداء بقضايا الفساد التي تم إعلانها فيما يتعلق بقيادة البنك المركز السابقة والعطاءات أو بيع وشراء العملة وبعدها موضوع الربط مع فرع البنك في مأرب وفرع البنك في المهرة ثم الآن موضوع الخلافات مع النائب كل هذه في الحقيقة وإن حاول حافظ معياد أو المحافظ أن يسوق لنفسه باعتباره مقافحا للفساد وغيره لكن أيضا هي هدث الثقة إلى حد الماء بمؤسسة رسمية ذات ثقل وحجم كبير ويفترض أن كثير من القضايا في هذا الأمر تعالج في إطار أداء مؤسسي وأيضا يخدم سعر الصرف وغيره في مسألة تقييم أدائه في الحقيقة يتطلب الأمر تقييم مهني ومنصف حتى الآن سعر الريال ما يزال يتراجع في حدود الـ 300 للدولار الواحد وبالتالي ما تحقق يعني هو بفعل عوامل خارجية ليست مصدامة بالنسبة لتقييم فترة رئاسة محافظة البنك المركزي حافظ معيات فنحن ننتظر منكم في مركز العالم الاقتصادي خاصة أنتم بين فترة وأخرى تصدرون تقارير حول ما يتعلق بالمسائل المالية في اليمن وهنا أريد أن أسأل إن صح وتمسك حافظ معيات بقراره بالاستقالة ما هي الخيارات الموجودة لدى الحكومة اليمنية فيما يتعلق بالبنك المركزي لخلافة حافظ معيات بعد رحيلة بالتأكيد هذا يولد صعوبة أو أن مسألة تغيير محافظة البنك المركزي بين فترة وأخرى بحد ذاتها تعطي رسالة سلبية سواء كانت للداخل كقطاع مصافي ووضع استصادي أو رسالة للخارج كمؤسسات مالية وغيرها فبالتالي قبل أن يتم اختيار شخصية لمنصب محافظة البنك المركزي يفترض أن يتم اختيار شخصية ذات ثقل كبير تتمتع بخبرة كبيرة وكفاءة ومجاها وأيضا الحرص على الاختيار لهذه المؤسسة والاستمرار في أداء الشخصية القيادية لبنك أو مؤسسة بهذا الحجم نعم وضحت الصورة شكرا جزيلا لك رئيس المركز الإعلامي أو من رئيس مركز الإعلامي الاقتصادية سيد مصطفى نصر على توضيح الصورة فيما يتعلق في البنك المركزي ومحافظه حافظ معيات شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام بعد قليل نتحدث عن اجتماع عمان الذي ضم تيارات جنوبية لمنافشة رؤاهم السياسية ابقوا معنا اجتماع عمان الذي قامه المعهد الأوروبي للسلام على مدى يومين في الأردن لجمع أطراف جنوبية لنقاش حول مختلف القضايا المتعلقة برؤاهم السياسية لا يبدو أنه حقق تقدما ملموسا في إيجاد تفاهمات بين هذه الأطراف فالاجتماع الذي كان مقررا عقده تحول إلى ورشة عمل لمناقشة رؤا سياسية موحدة بين الأطراف أو التوصل إلى نقاط التقاء بينها أبرز تيارات المشاركة في هذا الاجتماع كان الحراك الجنوبي والاتلاف الوطني الجنوبي ومؤتمر شعب الجنوب وعدد آخر من التيارات الجنوبية بينما عبر المجلس الانتقالي الجنوبي عن رفضه لهذا الاجتماع وهنا نتسأل لماذا لم تكن نتائج الاجتماع متواكبة مع حجم التحضيرات التي أجريت له وهل يرغب المجتمعون بقطع طريق على المجلس الانتقالي الذي يصرح عادة بأنه الممثل الوحيد للجنوبيين ويحظى بتأييد واسع في أوساط الشارع أغزان المشاهدين كان من المفترض أن يكون معنا عبر الهاتف وزير الدولة وأمين عام حركة النهضة عبدالرب السلام لكن للأسف يعتذر في اللحظات الأخيرة عن انضمامهم معنا في هذا البرنامج للأسف نقولها مرة أخرى إذن تحدثنا عن هذا الاجتماع الذي لم تكن نتائجه كما كان متوقعا تحول إلى ورشة عمل تغيب البعض عن الحضور يقول البعض أو يقيمونه بأنه فشل في تحقيق أهداف عقده منذ البداية شارك في المنتمر عشرين شخصية جنوبية بينهم قادة تقليديون تقلدوا مناصب كبيرة إبانا جمهورية اليمن ديمقراطية شعبية أي الشطر الجنوبي من البلاد وأخرين من فصال الحراكة الجنوبي الموالي للحكومة ومن فصال الدعية لفك ارتباط الجنوب عن الشمال إذن أعزان المشاهدين كانت هذه لمحة سريعة وسنتناولها بالتفصيل لاحقا في حلقات قادمة بعد قليل تتحدث عن حاملة النفط التي ترسو قبالة مينارأس عيسى والتي تهدد البحر الأحمر ودول المشاطئة له بكارثة بيئية هي الأكبر على مار التاريخ أكبر كارثة بيئية في التاريخ على وشك الحدوث على سواحل اليمن حاملة نفط عملاقة تحوي بداخلها مليون برميل من النفط قبالة ميناء رأس عيسى شمال محافظة الخديدة حاملة النفط الصافر لم يتم صيانتها على مدى أربع سنوات ورفض الحوثيون في أكثر من مناسبة إرسال فريق صيانة لتقييم وضعها وإصلاحها على الرغم من توسط الأمم المتحدة إذن هل الوضع حرج لهذه الدرجة؟ ولماذا يرفض الحوثيون السماحة بصيانة حاملة النفط هذا؟ دعوني مشاهدنا الكرام والتضيف معي عبر الهتف الخبير الاقتصادي عبدالواحد العوبلي أهلا وسهلا بك معنا سيد عبدالواحد أهلا وسهلا بك يا خيشام مساء النور إذن عبدالواحد هل الوضع حرج إلى هذه الدرجة فيما يخص حاملة النفط صافر؟ بالإمكانة نقول أن الوضع حرج جدا بالمقارنة مع كارثة حصلت مسبقا والتي معروفة تاريخيا باسم كارثة إكسون فالبيل التي حصلت لأحدى الناقلات النفط الخاصة بشركة إكسون موبيل هذه الحادثة نتج عنها تسرب النفط من ناقلة موجودة في منطقة ألاسكا الأمريكية في المحيطة الهادي ونتج عن هذه الكارثة تسرب أكثر من 300 ألف برميل من النفط الخام لكن هذه الحاملة تحوي بداخلها مليون برميل والوضع يختلف عن ألاسكا البعيدة جدا ولا يوجد هناك كثافة سكانية التي موجودة في البحر الأحمر والدول المشاطئة لها هل يبدو الوضع أكثر خطورة من الحادثة التي ذكرتها؟ صحيح كلامك صحيح جدا وأنا ما ذكرت هذه الحادثة إلا فقط للمقارنة لأن هذه الحادثة التي تصبر أكبر في التاريخ كمية النفط المتصرب عنها لا يساوي حتى ربع الكمية الموجودة على الباخرة حاليا والتي تقدر بحوالي مليون ومئة وأربعين ألف برميل يعني أربعة إلى خمسة أضعاصة كمية إيتسون فالبين بخلاص طبعا زي ما أنت ذكرت أن المنطقة الموجودة فيها الباخرة صافر هي منطقة مغلقة تمثلة بالبحر الأحمر والمليئة بالأحياء البحرية والتي يعتمد عليها الآلاف من الصيادين في سبيل الحصول على رفقهم وتعطل كذلك حركة الملاحة الدولية التي يمر عبر البحر الأحمر حوالي 10 إلى 15% من التجارة العالمية فالكارثة ستكون أكبر بكثير والتكاليف ستكون أكبر بكثير ولنا نعرف مثلا أن مقدار التأمين على هذه الباخرة هو مئة مليار دولار طيب لو تخبرنا سيد عبد الواحد عن طبيعة هذه الحاملة حاملة النفط صافر ما هو دورها ما هو وظيفتها ولماذا ترسو أمام ميناء أو قبالة ميناء رأس عيسى شمال حديدة في البداية بداية إنتاج النفط من صافر في نهاية الثمانينات تقريبا في ثمانين وثمانين تم إحضار هذه الباخرة كخزان عائم يتم تجميع النفط الخام القادم من صافر عبر عنبوب النفط الخام كحل مؤقت إلى أن يتم بناء ميناء على الأرض يحوي خزانات للنفط والتي معبرها يمكن التصدير والضخل لحاملات المشتريين القادمة إلى إيمن ولكن ما حدث أنه طوال ثلاثين سنة أو أربعين سنة بسبب الفساد والمشاكل التي صاحبت نظام أعلى أبد الله صالح فتم تأجيل هذا الموضوع وتم سرقة موازنات مشروع ميناء وخزانات الأسعيفة عدة مرات حتى أن تم بناءه مؤخرا ولكن جاءت الحرب وجاءت المقراب الحوتي وتوقف هذا المشروع في منتصفه تقريبا الباخرة أقلون جاءت تحل مؤقت ولكن هذا التحل المؤقت استمر لأكثر من ثلاثة عدة لكن هل لديك معرفة بطبيعة الأضرار الموجودة حاليا في هذه الحاملة هل هي خطرة هل يمكن صيانتها وإصلاحها في وقت موجيس قبل حدوث هذه الكارثة مبدئيا الباخرة عمرها أكثر من أربعة واربعين عام هي من إنتاج عام أربعة وسبعين تقريبا وهي في الخدمة منذ ثمانية فالباخرة عمليا خرجت عن الخدمة قبل ما يزيد من أكثر من عشر سنوات وفي السنوات الأخيرة كانت تكلفة صيانة هذه الباخرة تصل إلى أكثر من 20 أو 25 مليون دولار سنويا وكان من المحتم الانتهاء من مشروع ميناء الخرجت عن السعيسة كحل حكمي لاستبدال الباخرة مع أيام الحرب الباخرة تم نهب مخصصات الأصيان الخاصة بها والباخرة طبعا موجودة في عرض البحر وتتعرض للرطوبة والصدأ وممكن في أي لحظة أن تتعرض جدرانها للتصدع وأن يتم تسرب النفط اللخام أو حتى أقرب خطأ بسيط يؤدي إلى اشتعالها وهي كارثة أكبر إن حصلت طيب لماذا يمنع الحوثيون ولا يصدرون تصاريح لفرق صيانة والفرق الهندسية لتأتي الإصلاح هذه الأضرار أغلب التحليل الأقرب لهذا الواضح وأن الحوثيين يطمعون بالمناسع المادية التي ستقول من بيع النفط الموجود على الباخرة أنا تتكلم على 8.140.000 برميل تصل قيمتها إلى أكثر من 70 مليون دولار بالإضافة إلى قيمة الباخرة نفسها لو اترضنا في أسوأ الحوال أن يتم بيعها كخوردة فقيمتها قد تصل إلى 20 أو 25 أو حتى 30 مليون دولار فالحوثيين بكل بساطة غير مصممين على الحصول على هذه المناسع وكانوا اعتمدوا على الأمم المتحدة كوسيط بولي لهم أن يحصلوا على هذه المناسع ولكن الظاهر أن هذا لن يحدث كنت قد ذكت في البداية معلومة أثارت انتباهي حول المبلغ المخصص كتأمين لهذه الباخرة بمليارات دولارات هل يعتقد أن يكون السبب منع الحوثيين لإصلاح هذه السفينة أن يكون لهم مبلغ من هذه التأمينات وإن كان هذا فيما يحصل الجانب الأول الجانب الآخر الآن ما هي الخيارات الموجودة لدى الحكومة ولدى الأمم المتحدة إن سمر الحوثيون في إصرارهم على رفض دخول فراقصيانة الهندسية أو الوصول إلى هذه السفينة أولا فيما يتعلق بموضوع التأمين التأمين الآخر الآن غير مغطع تأميني ولكن أنا ذاكرت لك مبلغ التأمين لكي أوصف لك مقدار وفداحة الكارثة للأخرى ولكن للأسف التأمين لم تدفع أقصاته منذ قدارة الحرب وبالتالي الباخرة غير مؤمنة ولو حدثت أي كارثة فمعناته أن اليمن هي ما ستحمل أعباء أي تكاليف ناتجة عن هذه الكارثة وبالنسبة للوضع الحالي المفروض أنتصر أن الأمم المتحدة بحق أنها قد تدخلت الموضوع منذ تقريبا أكتوبر الماضي وكانت نزلت مناقفة فعالية لعمل فحص للباخرة وعمل صيانة مبدئية ربما سحب الباخرة وتفريغها من النفط الخار لتجنب هذا الكارثة ولكن مثلما قلت لك أنه يبدو أن هناك أنا أصرح أحمل أطراف داخل حكومة الشرعية ومع الحوثيين أي تبعات قد تجري فيما يخص هذه الكارثة؟ شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي عبدالواحد العوبلي لإضاحة الصورة حول ما يتعلق بأزمة حاملة النفط هذا مشاهدين الأعزاء بعد قليل نتحدث عن عملية تفويج الحجاج اليمنيين بعد قليل موسيقى 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 منذ فترة وعملية تفويج الحجاج اليمنيين تجري على قدم وساق مع الحديث عن تخصيص حصة لليمنيين بلغت 24255 حاج وحاجة لهذا العام كما أن العهلة السعودية وجهة باستضافة ألفي حاج وحاجة من أهالي شهداء الجيش والمقاومة اليمنيين إذن كيف تجري عملية تفويج هذا العام؟ وما هي الآلية التي تم اعتمادها لتفويج الحجاج الذين تم توجيهه باستضافتهم من أهالي الشهداء؟ دعوني استضيف معي للحديث عن هذا الموضوع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لقطاع الحج والعمراء سيد طارق القرشي أهلا وسهلا بك معنا سيد طارق أهلا وسهلا بك وحياك بالله الله يحييك سيد طارق إذن كيف تجري عملية تفويج الحجاج الإيمنيين هذا العام؟ وهل اختلفت عن الأعوام الماضية؟ هل تم تطوير الخدمات المقدمة للحجاج؟ بحمد الله عز وجل أعلم صباح اليوم معالي وزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية عن اكتمال التفويج ووصول آخر حاج يمني إلى الأراضي المقدسة عدد 24.150 حاجا من خلال أكثر من 500 باط نقل دولي الحمد لله عز وجل تمت العملية بكل ثلاثة ويسر وسهولة وبتطوير يفوق الأعوام الماضية بمراحل حيث اعتمدت لجنة النقل في وزارة الأوقاف وقطاع الحج العمراء هذا العام استراتيجية تفويج مناطق الجغرافية محددة في اليمن تباعا بتركيب ووصق نظام معين يحدد عدد من الشركات اللي ينقل هذه الجموع من تلك المناطق وبحمد الله عز وجل فقد تمت العملية بإنسيابية كاملة لم تذكر أي حادثة أو حالة تكدس في المنفذ الوحيد والذي تعرفونه جميعا بأن جميع الحجاج يتدفقون من خلال منفذ بري وحيدا إلى أراضي المقدسة لكن حصة اليمن بلغت 24255 حاج وحاجة تقريبا لهذا العام هل ترون بأنها كافية للراغبين بأداء الحج؟ هذا النظام معمول به داخل وزارة الحج العمراء وهي منح كل مليون مسلم في أي دولة كانت نسبة ألف حاج فالدولة التي تعدادها 24 مليون يعطونا 24 ألف حاج وبالتالي هذا النظام معمول به مع كل الدول وليست اليمن فقط وتعتمد هذا على الآخر إحصائية تقدمها الدولة وتقوم بها الدولة ومن ثم تقوم بتحديث بياناتها لدى وزارة الحج العمراء سيد طارق كنت ضيفي العام الماضي وتحدثنا عن إشكالية حدثت العام الماضي في عملية ليس في عملية تتفوج وإنما في تقديم الخدمات لهؤلاء الحجاج الحجاج كانوا قد دفعوا الرسوم التي عليهم فيما يتعلق بعملية الحج لكن كان هناك تحصيل لرسوم إضافية من الحجاج مقابل توفير خدمات لهم من مأكل وأماكن إيوائية وما إلى ذلك هل هذا العام ستتكرر مثل هذه الإشكالية؟ أخي العجز هذه معلومة للأسف تم إشارتها في الإعلام وهي ليست صحيحة البتة نحن نم فيها وأنا هنا فيها جملة وتفصيلة نحن نعلن عن برنامج محدد للحجاج ونعلن عن أسماء وكالات معتمدة محددة هذا البرنامج يشمل لغذاء والسكان والناقل والمواصلات وبالتالي فإن أي وكالة قامت بأخذ مبالغ إضافية ونحن نقمنا بالتحقيق وأوقفنا وكالة بتوجيهات من معالي الوزير تم إيقاف وكالة العام الماضي أي لم تشتغل هذا العام أي مبالغ تحصل هي مجموعة نعلن نحن قبل بدء التسجيل عن برنامج متكامل يحدد كل الريال إلى مطرفه وقيمة ما هو مع العلم أن 75% من المبلغ الذي سعر الحاج يذهب نحو المسار الالتروني يسدد مباشرة للحقوبة السعودية ولا يمر عبر رزالة الوطفة للشهادة اليمنية وبالتالي فإن جميع الخدمات المجموعة يستلم الحاج ونحن نراكب رقابة قبلية ورقابة أثناء تقديم الخدمة ورقابة بعدية ثم نقيم الوكالة على أساس هذه الخدمات الممنوعة من عدمها طيب أن ننتقل الآن إلى الجزء الآخر من هذا المحور فيما يتعلق بالمنحة المقدمة من العاهل السعودي لصدافة ألفين حاج وحاجة من أهالي شهداء والمقاومة ما هي الآلية التي تم اعتمادها لاختيار هؤلاء الحجاج شكرا جزيلا نفسه على هذا السؤال المهم في الحقيقة أيضا هذا الموضوع يثار منذ عام الماضي ويتم ربطه بوزارة الأوقاف والإرشاد أنا أعلم من خلال القناة من شباب هذه القناة الرائدة والمسموعة في مختلف الأراضي اليمني وخارج اليمن بأن هذه المناح وجميع التأشيرات غير الحصة الرسمية لا تمر عبر وزارة الأوقاف والإرشاد بل لا نطلع عليها ولا نعلم عنها البتة هذه الملحة تسلم عادة إما إلى وزارة الدفاع إذا كانت متعلقة بذوي أسر الشهداء فهي تسلم مباشرة دون المرور علينا أو دون حتى أن نطلع على أي تفاصيل تمر مباشرة عبر الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية إلى وزارة الدفاع أو إلى الجهات الأخرى داخل اليمن وهي التي تقوم بتوزيعها وتسجيل الأسماء ورفعها وخدمتها يعني نحن لا نطلع على هذه الوزارة الأوقاف ولا نشاهد على مثل هذه المطرمات أو هذه المناحة والتأشيرات على الإطلاف بالتالي ربما أقول أنا وأنت وبعض المستمعين في نفس الوضع حيث لا نعلم أي معلومة عن هذه التأشيرات إلا أننا نقدم الشكر الجزيل لحكومة قادمة حرمي الشرفين جذالاً للملك سلمان على مثل هذه المطرمة وهي ليست بغريبة على المملكة التي دائماً تتنع الشعب اليمني كل من عطفاته إذن نشكرك جزيل أشكر وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لقطاع الحج والعمر السيد طارق القرشي مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم بين أسبوعين أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر